السلام عليكم ورحمة الله نواصل التوتوريال بالهيت ترانسفر دائمان شابتر 1 بيزيك افهيت ترانسفر نشوف هنا بسامبل بروليم 1 3 الميجارين كونفكشن هيت ترانسفر كويفيشنت ممكن نحسب الهيت ترانسفر كويفيشنت بهذا المثال عندنا هذا الوير الطول تبعه دائم متر تبعه 0.3 الوير يستند اكروس الروم يعني هذا السلك تم شده في غرفة درجة حرارتها 15 الهواء المحيط به تم تسخين هذا الوير عن طريق الجول طبعا تمريد كمية تيار كهربائي ومع فرق جهة 60 فولت حيبدأ هذا السلك يسخل متى حيوصل بعد ما وصل إلى بعد ما ثبت درجة حرارته تم قياسه قياسه قياس درجة حرارته وجدوها 152 طبعا هنا نهمل فقط عن طريق بالكونفكشن هنا ما في عندنا إلا الكونفكشن بين السوليد هنا والفلود اللي هو المحيط به هنا المطلوب الهيت ترانسفر كوفيشنة اله هنا حيكون يساوي كام الهتش اللي هو انتقال الحرارة بين السطح هذا الوير والهواء المحيط به الهيت الهيت من الهيت من الهيت من الهيت من الهيت اللي هو الجول يعني مررنا كمية تيار كهربائي مع فرق جود هذا حيعطينا إيش؟ أنه التسخين هنا حيحصل بطاقة تسعين وات هذه الطاقة كلها الكهربائية ستنتقل إلى طاقة حرارية عن طريق الكونفكشن والكونفكشن نعرف أنه الهيتش 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 هنا نقصد بها السطح الخارجي لهذا الوير الهيتش هي الكو معروفة الهيتش مطلوبة الهيتش غير معروفة التس معروفة اللي هي مئة وخمسين والتي أمفنيتي اللي هي خمسة عشر إذا ناكس عليه نعرف الهيتش 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 هذا الوير سلندر إذن نحسب المساحة السطحية تبعه بعدين خلاصها نجيب ال H نقسم ال Q Confection نقسمها على ال ASTS-T Infinity يعطينا 34.9 إذن ال Heat Transfer coefficient هنا بين السطح الخارجي لهذا الوير والهواء المحيط به داخل الغرفة اللي درجة حرارته 15 يساوي 34.9 سكوير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته